لدينا معاناة كثيرة بطوص الطيار الكهربائي نحن ناشدنا عبر التواصل الاجتماعي أو عبر الفضايات ولازمنا مستمرين الناشد رئيس الوزراء أولا أولا رئيس الوزراء والناشد وزير الكهرباء والناشد الجهات المعنية ناشد الجهات المعنية نحن أكثر من شهرين صارنا مقطوع الكهرباء عندنا بسبب عطل قابل عطل قابل وراجعنا دوار الدولة لا يلبوننا احتياجاتنا ولا طلباتنا مهملين وحامليننا لا يسمعون صوتنا لا يجابوننا على التليفونات وروح لهم للدوارة لا يستقلوننا نحن الناشد رئيس الوزراء زينا أخوير عزيز ما الوقت بالتحديد بدأت وياكم وشون يعني شون اللي أدى لانقطاع الكهرباء كان أكوا أسباب صحيح الأسباب خلي الفني خلي الفني نعم من قبل دوارة الكهرباء نعم القابلو احنا عرفنا من خلال المراجعات نعم سلسلة المراجعات الدوار الدولة طيب القابلو الواحد يجب أن يكون على بلوك واحد مو على بلوكين هم رابطين قابلوا واحد على بلوكين خوش فهذا يأدى لانعطاء بالقابلو وقطع بالقابع الدورة بكثرة عدد العوائل اللي تستخدم الكهرباء من خلال نعم صحيح صحيح كثرة البيوت السكنية نعم وهذا السبب السبب الرئيسي ونحن هو اللي نطالب رئيس الدعاء كم بيت تحديد أنا خير عزيز توم مشتركين عليه؟ يعني تقريبا ما يقارب إلا 30 أو 35 بيت هو يجب أن يكون 20 بيت يعني السعة الكامل إلا هي 20 بيت لكن أنت تقريبا 35 تمام وتعرف أكثر العوائل البيت أو 144 صار قسميا نعم يعني صار أكثر العدد من 35 أها كثر كثرة السكن اللي قال المدينة الصدق زين نعم ورحت وراجعت دائرة الكهرباء راجعنا وراجعنا ومن ينقطع هذا حقوقنا ونطالب بها مثل ما قال دولة رئيس الوزراء محمد شاع السوداني نعم هذه الحكومة حكومة خدمية زين اللي ما يخدم في هذه الحكومة ما إلى مكان بالدولة أخوي العزيز شنو كان جواب دائرة الكهرباء بخصوص هذا الموضوع؟ والله ما عشوا جواب ينطلنا كتاب الكتاب صيخة خطأ نروح للدائرة الأخرى يقولون هذا خطأ نعم فما عرفنا صحيح وين وإحنا وين نفجه وهيضا ليتوا شهرين كتابنا وكتابكم؟ أكثر من شهرين أكثر من شهرين نعم بدينا ابتداء من أستاذ إسماعيل اللي داره بالفلاح الصدر الأول يسموه نعم ووجهنا للفرع لأستاذ فائز المدير هو اللي معني بالأصال بالأصال العصلي هو المدير مدير فرع كهرباء الصدر نعم مدير فريق كهرباء رصاف أول معني بهذه الأمر لازم يوفر كهرباء للمواطن الكريم